في الساعات الاخيرة وتحديدا عقب منافسات كأس الامم الافريقية يمكن لجنة الانضباط ولجنة الاستيناف كان عندها اجتماعات متتالية قرارات كتيرة صدرت اسناء كأس الامم مباراة المغرب والكوديفوار مباراة كوديفوار ومالي مباراة السنغال والكوديفوار عقوبات على بعض اللاعبين سألت وشفت القرارات وطلعت قرارات بالانضباط وكمان في بعض العقوبات راحت لي لجنة الاستيناف عشان تصدر فيها القرارات كانت المفاجأة وانا بسأل على هزي العقوبات لقيت كمان ان في جلسة استماع تمت في ختام مباراة كأس الامم ما بين الاهلي والهلال السوداني كل نادي طاعن على القرارات اللي صدرت ضده من لجنة الانضباط منذ حوالي ستة شهور لجنة الاستناف لما بتنعقد في الفترة داية قالت بالمرة انظر فيه طاعن الاهلي والهلال الاهلي طاعن على تخفيض الغرامة المالية مية وعشرين الف دولار الاهلي كان طالب ان الهرامة تقل لعدد كبير جدا او قيمة اقل كده بكتير والهلال السوداني طاعن على تغريم الاهلي كان عايز عقوبة اكبر من كده فطاعن على تغريم الاهلي عموما الساعات اللي جاية حسب معلوماتنا من مصادرنا في الكاف هكون فيه قرار رسمي من الاتحاد الافريق ولجنة الاستناف لحسم هذا الملف بين الاهلي والهلال السوداني